أعلن وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف بدأ تفعيل دور صندوق رعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريفة وأكد وزير التربية والتعليم أن تفعيل دور الصندوق يعد أولى الخطوات التي تؤكد الحرصة على النهوض والرقي بالمستوى الاجتماعي للمعلمين والإداريين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف ودعم مكاناتهم الاجتماعية موضحا أن المعلم هو أساس وأهم عناصر العملية التعليمية وأساس مستقبل مصر وعشار الوزير إلى أن معلم مصر يسهمون في بناء مستقبل الوطن وتقدمه وإعداد أجيال تقود المستقبل